الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله سأسد اليوم مسد الشيخ إسماعيل فقد مرضت أمه واضطر إلى السفر فنسأل الله تعالى أن يشفي أمه ويشفي جميع مرضى المسلمين الإسلامي والإخوة ليس انتماءا ورثيا ولهو قومية رابطة بل وليس شعورا شعائر وطقوسا دينية صرفة بل الإسلام حقيقة متكاملة متشابكة تخاطب الإنسان من كل جوانبه الوجودية إن الإسلام أمد البشرية بتصورات جديدة ومن هذه التصورات الجديدة تصور الإنسان أو تصور الإسلام عن حقيقة الروابط والوشائج الإنسانية جاءهم بتصور جديد عن هذه الروابط والعلاقات الإنسانية يوم جاءهم بتصور جديد لحقيقة القيم والاعتبارات والتصور عن الحياة والوجود وأهدافه وكذلك التصور للجهة التي نتلقى منها هذه التصورات إن الإسلام رد الإنسان إلى ربه فتلقى تصوراته عن الحياة وعن الوجود وقيم الحياة وموازينها تلقاها من ربه كما تلقى منه وجوده وحياته فمنه صدر وإليه يعود إن أوثق رابطة ووشيجة التي نوه بها الإسلام وأعلى من شأنها هي رابطة الإيمان والإسلام وهي فوق القبلية وفوق القومية والشعبية فوق العروب وغير العروب هي فوق كل لسان ولون ودم يقول الله تعالى واصفاً هذه الحقيقة جاعلاً الإسلام والإيمان في صف وكل الاعتبارات الأخرى في صف آخر يقول الله تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أي من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وكذلك نستفيد من هذا أن جنسية المسلم أي الإخوة جنسية المسلم هي الإسلام وداره الإسلام ووطنه الإسلام حيث ما كان يقول قائل أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم إن يختلف ماء البصال فماءنا عذب تحدر من غمام واحد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد وفي تقرير هذا المعنى يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أرأيت كيف رفع الإسلام من شأن الإنسان حيث خلصه من وشائج الأرض والطين ومن وشائج اللحم والدم وجعل أساس الترابط ارتباط الإنسان بربه ومولاه فالإسلام إذن في قمة هرم الانتماءات هو جنسيتك الأولى وبها تدخل في عضوية الأمة المسلمة فليست قرابة المسلم أخاه وزوجه ولا أباه وأمه ما لم تنعقد هذه الآصرة في الخالق عز وجل فتتصل من ثم بالرحم يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وهذه الولاية وهذا الولا يتجاوز الأجيال المتعاقبة فيربط أول الأمة بآخرها كما قال تعالى والذين التبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا وبوضا وشحناء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إذا كان معيارك لولائك ولمحبتك والانتمائك غير هذا المعنى فضع يدك على مجس إيمانك وتحقق من نبضه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أوثق عور الإيمان أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقد ضرب الله تعالى للناس الأمثال بالرهط الكريم من الأنبياء الذين سبقون في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان فاسمع إلى كلام أول الرسل نوح عليه السلام يقول الله تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فانظر إلى توبيخ الله تعالى لنبيه حيث قال قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لم تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وكذلك اسمع إلى الأب الثاني أب الأنبياء الثاني إبراهيم يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ولو كان من ذريتك عجبت جدا وساءني قبل أيام حدثني أحد الإخوة عن مسجد في دارمشتاد جعل أمره حكرا حكرا على أهل بلد معين لا ينازعهم فيه منازع يشاحون به على أهل الإسلام وكأن الإسلام أبوهم والمسجد أمهم والمسجد إذا كان مسجداً بالمعنى الفقهي ليس مصلاً إذا كان مسجداً فهو وقف موقوف على المسلمين محبوس على المسلمين لا يملكه واحد بعينه ولا يتحكم فيه ولا يتصرف فيه بالبيع والهبا أو غير ذلك تحب بلدك وتربته تحب جنانه وبستينه بحاره وأنهاره سعوله وهضابه على الرأس والعين هذا أمر فطر الله عليه العباد لكن لكن الولاء ولاء الإسلام الولاء ولاء الإسلام ولا تفضل نفسك أو أحداً غيرك بأمر لا ناقة له فيه ولا جمل أو أحد يعني يدعي أنه اختار الموطن الذي نزل فيه على الأرض أم اختار دمه لا الوطن يختار ولا الدم من خيرتك الأرض طين والدم دم آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب ولهذا فربأ بنفسك عن هذا الخلق الذميم ففي الصحيحين قال كسع غلام من المهاجرين غلاماً من الأنصار فنادى الأول يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ما بالوا دعوة الجاهلية سمى هذا هذه العصبية سمها دعوة الجاهلية فحكوا له ما جرى فقال دعوها فإنها منتنة ثم الأخوة أي الأخوة ليست كلمة تردد إذا ثبت أن الإيمان يقتضي الأخوة وأنه رابطة ليست الأخوة كلمة نرددها وليست الأخوة تزداد كلما زدت من استعمالك لكلمة الأخ والإخوان بل الأخوة هي وجد وشعور الأخوة حب وحبور الأخوة تناصر وتكاتف الأخوة تواضع وتناصر فإن استقام أخوك فأعن ولا تزغ فإن لم تستطع فادعو له وافرح به وإن اعوج فأقم عوجه ولا تكسر وإن أساء فاعفو وسامح ولا يكن لك مثل الزباب الذي لا يقع إلا على القذر ويتغاضى ويعمى عن الخير المسدى والجميل المهدى ثم إن أخطأ فاغفر له وأرشد وراعي في ذلك كله مقاصد الشرع وقس الأمور بميزانه ثم إني لا أعرف شيئاً أفسد للأخوة بل ولأي رابطة ولأي مودة من لسان بذيء متفحش وقلب حقول اللسان أيها الإخوة كما يقال يقولون اللسان مغرفة القلب اللسان مغرفة القلب فلسانك يخرج ما في قلبك فلينظر أحدكم ما يلفظ به فإنه يشف عن باطنه لسانك يشف عن باطنك ويجعل يقلب الباطن ظهرا والملك بالمرصاد يكتب ما تحدر من فيك فلا تسود صحيفتك بالخنى والهجر من القول واعلم أن الكلام يعمل عمل السيف والسنان الكلام يعمل عمل السيف والسنان في الجرح والكلم ولهذا سمي الكلام كلاماً لأنه يكلم يعني يجرح وجرح الكلام قد لا يندمل وإذا اندمل قد ينتقض لأدنى سبب وأختم بقول الله تعالى مبيناً أخوة الإيمان وبعض لوازمها في سورة الحجرات يقول الله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْإِلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ انظر وتدبر في هذه الآيات بدأ الله تعالى بذكر وتقرير الأخوة بقوله إنما إنما هذه تقتضي الحصر والقصر يعني الحكم المذكور هنا إنما هو خاص بمن ذكر ثم عقب هذا ببعض الأمور التي تعكر صفو الأخوة تعكر صفو الأخوة فذكر السخرية بالباطل السخرية واللمز واللمز هو ذكر ما يعده الذاكر عيباً بالمواجهة تواجهه بهذا يعني هي المباشرة بالمكروه فإن كان حقاً فهو وقاحة واعتداء وإن كان غير حق فهو وقاحة وكذب وانظر أيضاً إلى هذا التعبير التعبير البديع قال وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ لم يقل وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ فكأن اللامز إذا لمز إخوانه فقد عاد إليه نفسه وذلك نظيره في قوله تعالى في سورة البقرة ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وهل يخرج الإنسان نفسه من داره أم يخرج إخوانه وأضرابه ثم التنابز وهو استعمال ألقاب السوء ثم الظن السيء لا لموجب يقتضيه والتجسس الذي يؤدي إليه الظن السيء عفان الله وإياكم من هذه اللوثات وطهرنا جميعا منها ففساد الأخلاق يفكك الوشائج والروابط ويحل محلها البغضاء والشحناء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة